اهلا بكم ميلا حوال المساء فيما تحتدم المنافسة بين المرشحين في الانتخابات التشريعية التي سيشهدها العراق بعد غد الأربعاء تراقب دول الجوار المشهد عن كثب ليس فقط بسبب القرب الجغرافي ولكن لما للأوضاع العراقية من تداعيات أمنية وسياسية على كل المنطقة كيف تراقب طهران ما يحدث في بغداد وكيف تنظر دول الخليج إلى هذه التطورات ما هي الهواجس والمخوف التي تلقي بظلالها على الحدث وما السيناريوهات المحتملة لفترة ما بعد الانتخابات حوارنا هذا المساء سيتناول إذن المشهد الانتخابي في العراق بأبعاده المحلية والإقليمية نرحب بضيفينا في حوار المساء معنا من الرياض أستاذ العلوم السياسية في جامعة الملك فيصل الدكتور إبراهيم النحاس ومن بغداد أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد الدكتور إحسان الشمري ويمكنكم أيضا المشاركة في الحوار من خلال طرح أسئلاتكم واستفساراتكم على تويتر وأيضا فيسبوك ورحب إذن بضيوفي وأبدأ معك دكتور إحسان بداية مساء الخير يعني خلفت الأيام الماضية بالقرب من مراكز الاقتراع عشرات القتلى والجرحى يعني بين مشاهد العنف والرغبة في التغيير كيف تنظر إلى المشهد، مشهد الانتخابات العراقية قبل يومين من موعدها شكرا لكم الكرام حينما ننظر إلى طبيعة هذه الخروقات الأمنية يعني كانت متوقعة لنا نحن كمراقبين وحتى بالنسبة للشعب العراقي سيما وأن الجماعات المسلحة كثفت في الأوين الأخيرة من مسارات أو حتى عمليات محاولة التصعيد بالملف الأمني وبالتالي طبيعة الخروقات اليوم التي حدثت خلال التصويت الخاص يعني لم تكن بتلك الضربات التي يمكن أن تخلق تلك الفوبيا على أقل تقدير فيما يرتبط بالاقتراع العام وهنا أتحدث عن يوم 30 نيسان نعم كان هناك استهداف لبعض المراكز في الموصل وفي الأنبار لكن مع ذلك إذا ما نظرنا إلى العراق بشكل كامل أنا أعتقد أنها كانت مقتصرة إلى حد كبير على بعض المدن الساخنة لهذا لا أعتقد أنه ستكون هناك تداعيات كبيرة أو حتى ستعمل على تغذية ذلك التردد فيما يرتبط بالناخبين بالاقتراع العام كثير من المحافظات حتى الساخنة هنا تحدث عن ديالة بالتحديد أثبتت المؤسسة الأمنية هناك أنها نجحت بفرض الأمن وهذا بحذاته يحسب إلى المؤسسة الأمنية يعني عدا بعض الخروقات بغداد أيضا تعرضت لخرقين أو ثلاث لكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن ذلك سيكون مصدا أمنيا على أقل تقدير فيما يرتبط بعملية الإدلاء بالأصوات نحن نتوقع ذلك أكثر من ثلاث عمليات انتخابية ونحن اليوم نعيش العملية الانتخابية الثالثة هناك خروقات لكن هذا لم يثني الشعب العراقي عن موضوعة الإدلاء بالأصوات وحتى المشاركة في العملية الانتخابية دكتور إبراهيم بداية المساء الخير يعني كما يرى الدكتور إحسان أن هذا المشهد أو الأوضاع الأمنية المتردية في العراق لن تؤثر بشكل كبير على مساء الانتخابات وحتى على إقبال الناخبين ما رأيك؟ ما ساك الله بألف خير أخي الكريم والضيفة الكريمة أيضا لا يمكن القول دائما بأن ما يحدث في دولة لا يؤثر على الحراك السياسي في داخل هذه الدولة وعلى سبيل المثال ما يمر به العراق الآن من إلى حد ما قد نسميها حرب أهلية وإن كانت بدرجات متفاوتة من منطقة إلى منطقة أخرى تؤثر بشكل كبير جدا على الانتخابات لسباب كثيرة جدا منها بداية خوف الناخبين من الذهاب إلى صندوق الانتخابات وكما حدث قبل عدة أيام من تفجير لمقر الانتخابي فبالتالي هذه العمليات تدعو إلى الرعب من الذهاب إلى هذه الانتخابات خوفا على حياتهم أضف إلى ذلك أن المناطق التي تشهد كثير من النزاعات العسكرية على اسم المثال منطقة الأنبار هؤلاء كيف سوف يذهب أيضا إلى التصويت في ظل غياب الأمن وفي ظل أيضا غياب صندوق الانتخابات الحرة والنزيهة والمراقبة بشكل مباشر وقضائي ويدعو إلى الاستقلالية أضف إلى ذلك أن المناطق الأخرى أيضا التي لا تشهد مثل هذه النزاعات سوف ترجح فئة معينة أو صوت معين بالحصول على أكبر قدر من الذين سوف يذهب أيضا إلى هذه الصندوق ليصوتوا لمرشح معين أضف إلى ذلك أن حتى توزيع الصندوق الانتخابات أو الصندوق الاقتراع على سبيل المثال من منطقة إلى منطقة تؤثر هذه الحراك الداخلي بطريقة أو بأخرى يؤثر أيضا غياب الخدمات من منطقة إلى منطقة غياب المواصلات أيضا هذه أمور سواء كانت عسكرية أمنية أو أيضا لوجستية تؤثر بطريقة أو بأخرى على الانتخابات مما سوف يؤثر أيضا على مصداقية النتيجة النهائية لهذه الانتخابات سواء لهذا الطرف أو لذلك الطرف طيب دكتور إحسان هل من الممكن بالفعل أن تحدث هذه الانتخابات تغييرا سياسيا وكيف ينظر الشارع العراقي لهذه الانتخابات وإمكانية أن تحدث هذا التغيير هذه الانتخابات الآن مرتبطة بعنوان قد ارتبطت بما أطلقه بعض السياسين زعماء الكتل بموضوع تنحية المالك لكن الآن الجهود تتركز على أن هذه الانتخابات عفوا هي انتخابات التغيير وهذا بحد ذاته دفع بالكتل السياسية أن تندفع باتجاه وضع برامج سياسية وضع دعاية انتخابية كبيرة ما هو أن طبيعة المرحلة وهنا أتحدث عن مرحلة سياسية امتدت ما بعد انتخابات عام 2005 وإلى حد هذه اللحظة اتسمت بالمحاصصة السياسية الطائفية لم تنتج أو حتى لم تثمر ذلك المنجز على مستوى الأداء التشريعي أو حتى على مستوى الأداء الحكومي وبالتالي أصبح هناك وعي لدى الناخب العراقي بضرورة أن يكون هناك عملية انتقال وتغيير وتصحيح للمسار السياسي بما يرتبط بانهاء المحاصصة الطائفية السياسية لهذا الآن الكتل السياسية تركز على موضوعة التغيير المشكلة الآن لا تكمن بتغيير الوجوه وإنما تغيير تكمن بموضوع التغيير المهج السياسي والانتقال من هذه الكتل دكتور إحساني إلى أي درجة هذه الكتل وهذا الوعي بالفعل سيغير من المشهد أنا أعتقد أنها قادرة ونحن نتحدث عن طبيعة محاولة إحياء أو إنتاج محور أربيل النجف وما دفع قبل أيام بأن هناك تحالف ما بين المواطن التيار الصدري ومتحدون وحتى الديمقراطي الكردستاني بزعامة برزاني يدلل لنا ويؤشر لنا بأن هناك محاولة لإنفلات من حكومات الشراكة أو حتى الوحدة الوطنية ومن ثم الاتجاه إلى ما يمكن أن نسميها التغيير نحو الأغلبية السياسية وقد شهدنا خلال انتخابات مجالس المحافظات هذه الخطوة الأولى في موضوعة الأغلبية السياسية وكسر احتكار جميع الكتل السياسية أو حتى أمساك بعض الجهات السياسية على السلطة لهذا أنا أعتقد أن الجميع هنا في العراق متفق على أن المرحلة القادمة ستتغير بشكل كامل وحتى موضوع الذهاب الناخبين على هذا الأساس هو موضوعة أن يكون هناك تغيير في الأداء السياسي وهذا أنا أعتقد أنه لدى الكتل السياسية القدرة على هذا التغيير أو إحداث نقلة نوعية أو حتى خط الشروع الأول في موضوعة الانطلاق نحو حكومة أغلبية ووجود معارضة حتى وإن كان هامش المعارضة قليلا لكن مع ذلك نعتقد أن التغيير هو ما يمكن أن نترقبه فيما بعد الانتخابات طيب قصدك التغيير أن المالكي لن تكون هناك ولاية ثالثة للمالكي دكتور إحسان الأمر متوقف سيدي على لغة الأرقام حينما تحدثت قبل قليل على محاولة إحياء محور النجف أربيل المالكي يسعى حثيثا الآن وصرح اليوم بالتحديد بأنه لديه تفاهمات مع بعض الزعماء من السنة وحتى من قبل بعض الأطراف الكردية أنا أعتقد أن الآن في العراق محورين محور أربيل النجف ومحاولة إحياءه ومن ثم إقصاء المالكي ووضعه في خانة المعارضة وأيضا المالكي وتحالفاته وحتى اعتماده إلى حد كبير على مفاعل خارجية من أجل إنتاج حكومة الأغلبية التي طالما طرحها وهو طالما دفع منذ اللحظات التي اندفع بها محور أربيل النجف ركز على موضوعة الأغلبية السياسية لهذا الآن الصراع حثيث ما بين هذين المحورين بالتحديد إذا ما نجح المالكي بالحصول على أغلبية مريحة وهنا لا تحدث عن أغلبية مطلقة يمكن للمالكي أن يفرض شروطه أولا على بعض الشركاء الشيعة ومن ثم ينتقل إلى جذب بعض الأطراف أو الشركاء من السنة ومن الكرد لينتج حكومة الأغلبية السياسية لكن دكتور إبراهيم ماذا لو لم تأتي نتائج الانتخابات لصالح بقاء المالكي لولاية ثالثة؟ هناك عدد أيضا من الصحفيين ووسائل الإعلام العراقيين تحدثت عن أنه ربما لن يقبل بهذه النتيجة ما رأيك في هذا الجانب بالتحديد بقبول عدم المضيء في ولاية ثالثة؟ نعم إذا افترضنا كما تفضلت أخي الكريم بأن المالكي لم يفز في الانتخابات فهو سوف نذهب إلى النتيجة المعهودة والتي جاءت في انتخابات 2010 بأنه لن يرضى بهذه النتيجة وسوف يعمل جاهدا مع الدول التي تدعمه على سبيل المثال إيران هنا بفرض أمر الواقع كما حدث في مرحلة ماضية وأن يكون رئيسا للوزراء لفترة ثالثة ونعلم أنه هو نفسه المالكي صرح في 2011 في فبراير تقريبا 2011 بأنه لن يترشح إلى الانتخابات القادمة وهو نكث في ما قال في مرحلة ماضية فما بالك بأن لا يحصل على أغلبية في الأصوات فكيف له أن يتخلى عن هذه الرئاسات أضف إلى ذلك أن جميع المؤشرات التي عمل عليها المالكي خلال مرحلة الماضية كلها تصب في اتجاه أنه هو الرجل الوحيد وهو رجل الدولة الأقوى وهو الذي سوف يفوز في الانتخابات القادمة فبالتالي الرجل يعيش المرحلة بأنه رئيس لمرحلة قادمة ولفترة ثالثة في جميع الأحوال إن فاز بأغلبية وهذا هو المتوقع سوف يكون رئيس لمرحلة ثالثة وإن لم يفوز في انتخابات قادمة فهو أيضا سوف يستمر بغض النظر عن الأصوات الأخرى لأن المالكي هو يعتمد على الصوت الخارجي وهو الأقوى بالنسبة له وكان هناك لدينا دليل وشاهد في مرحلة ماضية اعتزال سيد الصدر حقيقة للعملية السياسية شاهد بأنه هناك تدخلات خارجية إيرانية لدعم المالكي لمرحلة قادمة فبالتالي الصدر اجتاء لا يكون طرفا في مواجهة إيران لعله هذه وجهة نظر شخصية لكن لعلها تكون صادقة في حتمية النتيجة التي سوف تعلن بعد عدة أيام هذا يدفعني أيضا للحديث عن العلاقات العراقية الإقليمية دكتور إحسان كيف ستنعكس أي كانت النتيجة نتائج الاقتراع في هذه الانتخابات عن العلاقات العراقية الإقليمية أنا بالتأكيد هذا الأمر مرتبط بذلك السيناريو إذا ما تسلم المالكي أو لم يتسلم بالتحديد لكن أنا أعتقد أن على الدول الإقليمية وأن أتحدث عن جوار عربي أو حتى جوار إقليمي أولا أن يكون مقتنعا بطبيعة ما ستفرزه الانتخابات وحتى ما يدفع به الأغلبية السياسية وحتى إذا ما كان هناك اتفاق على ذلك النمط والنهج السياسي المتمثل بالشراكة عليها أن تتعاطى مع نتائج الانتخابات بشكل يدفع باتجاه تنمية العلاقات وهنا نتحدث عن أن هناك توتر في العلاقات ما بين العراق وما بين بعض دول الجوار العربي السعودية وأيضا أنقرة وحتى أيضا الدوحة لهذا أنا أندفع أنه بمعزل عن طبيعة الإفراز إفراز من يأتي إلى رئاسة الوزراء أنا أعتقد أن العراق اليوم بحاجة إلى ذلك أو تلك المنظومة العربية من أجل تنمية علاقاته بالتأكيد هناك بعض الدول من لا يرغب بتسنم المانكي ولاية ثالثة أو حتى استمراره برئاسة الوزراء لولاية ثالثة أنا أعتقد أن هذا الموضوع يجب أن يعاد حساباته بشكل الذي يمكن أن يلبي مصالح العراق أولا ومصالح تلك الدول لا يمكن للعراق أن يتخلى عن محيطه العربي وأيضا على الدول العربية وبالتحديد الخليجية وأنا أتحدث عن الرياض والدوحة أيضا أن لا تتخلى عن العراق لأنه لا يمكن أن نرى عراقا بدون هذه المنظومة العربية الخليجية ولا يمكن أن نرى أيضا المنظومة الخليجية بعيدا عن العراق لهذا أنا أدفع باتجاه أن يكون هناك تنمية وتطوير للعلاقات بما يخدم القضايا العربية والإسلامية طيب يعني دكتور إبراهيم كيف تنظر دول الخليج بالتحديد إلى مسار هذه الانتخابات وأيضا تدعيات نتائجها وما الذي تتوجز منه دول الخليج بالتحديد من الرئيس المقبل للعراق نعم يبدو لي أن النظرة الخليجية بشكل عام للانتخابات نظرها فيها كثير من التشاؤم لأن النتائج على أرض الواقع وأيضا الأصوات الداخل للعراق الأقوى والتي تهيمن على الوضع السياسي هي التي سوف تستمر في مرحلة ماضية في مرحلة مستقبلية وتمثل الماضي فبالتالي لن يوجد لن يكون هناك تغيير في مرحلة قادمة تجاه ما سوف يحدث وكانت الأصوات الخليجية وخاصة الرياض بشكل مباشر أو مجلس التعاون عن طريق الأمين العام صرحوا مرارا بأن الإشكالية مع العراق ليست إشكالية أشخاص يعني ليس شخصا مالكي كنوري المالكي وإنما بطريقة إدارة الدولة العراقية وارتهان هذه الدولة للجوار الإيراني للأسف أو للسياسة الإيرانية وكانت المواقف الخليجية ثابتة وواضحة ومستمرة لذلك المستقبل هو مرتهن بما كان في الماضي إذا ما أراد المالكي كرجل سياسة في العراق في مرحلة قادمة وهو سوف يفوز وسوف يعلن ذلك قريبا عليه أن يبني عراقا للعراقيين يبني عراقا للأمة العربية وأن يكون فعلا دولة مستقلة بذاته قراره من بغداد وليس من طهران والمواقف السعودية بشكل مباشر والخليجية بشكل عام كانت ثابتة ومستمرة وهي التي أيضا أوقفت كثير من النفوذ الإيراني في العراق ولولا هذا الوقوف الخليجي لو وجدت قد يكون طهران وخامنئي مقيم في النجف فبالتالي المسألة واضحة جدا المالكي مدرك للموقف الخليجي وهو رادح مرارا أن يقيم علاقات ولكن كان الشك السعودي دائما هل هذه إقامة العلاقات تمنع مرور المعلومات والأسرار التي سوف تتداول إلى طهران هل المالكي فعلا رجل ذو ثقة ويكون فعلا رجل للعراقيين جميعا لجميع المذاهب وجميع العراقيات أم أن المالكي ينفذ سياسات حتى الرئيس الوزراء الكردي أو السيد برزاني على سبيل المثال أعلن ذلك مرارا وعبر قناتكم قبل أسبوع أو أسبوعان أعلن آلمه الكبير حقيقة من سياسة نور المالكي تجاه الدول الأخرى فبالتالي المسألة ليست دول الخليج ليست المملكة وإنما حتى العراقيين بما في ذلك السيد الصدر أعلن ذلك للأسف لن يكون الوضع يدعو إلى التفاؤل في المرحلة القادمة نعم كما أشرت دكتور إبراهيم دكتور إحسان تحدث دكتور إبراهيم عن الارتهان لإيران إلى أي درجة تجد الاتهامات لإيران بالتدخل في العراق صداها على الأرض أيضا وتؤثر على مسار هذه الانتخابات دكتور إحسان نحن ما نتحدث عن طبيعة التأثير والنفوذ الإيراني أنا أعتقد أنه فيه الكثير من المبالغة هنا فيما يرتبط بالعراق نحن ما نتحدث عن عملية سياسية العملية سياسية غير مرتبطة بالسيد المالكي العملية سياسية مرتبطة بالشركاء والشركاء أيضا يمثلون مكونات مجتمعية ولهم امتداداتهم أيضا ليس المالكي فقط من يتهم بقضية التمدد الإيراني في الداخل العراق أو حتى ارتهان العراق بشكل كامل أنا أعتقد أنه مثل هكذا نظرة فيها الكثير من عدم القراءة الدقيقة نعم إيران قد يكون لها تأثير على بعض القوى والأحزاب الشيعية لكن هذا لا يعني أن إيران تمتلك ذلك النفوذ الكبير على القوى والأحزاب السنية وحتى بالنسبة على القوى الكردية في الداخل العراقي وطبيعة القرارات طالما شهدناها تصطدم برغبات مصالح بعض الكتلة السياسية لهذا أنا أندفع باتجاه أن عدم التدخل وهذا الأمر منوط بالزعماء والكتلة السياسية بشكل كامل قطع الطريق أمام التدخلات أي كانت وبأي عنوين دولية وحتى نفوذية أنا أعتقد أن قطع الطريق أمام هكذا التدخلات بالتأكيد سيدفع باتجاه أن يكون عراقا مستقرا لكن إذا ما استمر الارتهان وأتفق معك سيد الكريم إذا ما استمر ارتهان هذه الشخصيات السياسية أو هذه الزعامات بالتحديد إلى الخارج بالتأكيد لن نرى ذلك العراق المستقر لكن أنا من وجهة نظري أن هذا التغول أو حتى عملية بضع الغول الإيراني في الداخل العراقي لا أعتقد أنه تطابق بشكل كامل مع طبيعة نعم لكن هناك أيضا جانب البعد الطائفي له درجة كبيرة من التأثير على مسار الانتخابات حتى لو كان مثلا الناخب الشيعي يرى أن المالكي لم يستطع إدارة البلاد وأيضا إلغاء الفوضى الحاصلة في البلاد هل بالفعل يميل الناخب الشيعي للمالكي رغم كل المعطيات في السنوات الماضية نحن نتحدث عن ممازجة المنظومة الدينية وحتى من مستوى تأثير إيران مرجعية الشيعة في العراق هي تعود لسيد السستاني وسيد السستاني يقتلف إلى حد كبير عن طبيعة النهج الذي تتبعه إيران وهي ولاية الفقه حتى الآن الحديث يدور على أن هناك تحريم لإعادة انتخاب السيد المالكي من قبل أحد مراجع النجف ولكن هذا بكل الأحوال يدلل على أنه اختيار المالكي يتم من خلال قناعة هنا تحدث عن ناخبين ولا يتم من خلال تأثير إيراني ببعض طائفي أو حتى ببعض ديني لهذا أنا لا أندفع بأن إيران ستوجه على أقل تقدير شيعة العراق نحو انتخاب المالك أنا أعتقد أن هذا أمر واضح للجميع شيعة العراق لا يتبعون إلى مرجعية قم أو طهران وإيران بالتحديد ولكن لديهم مرجعية النجف الأشرف وهي أيضا وقفت على مسافة واحدة لا تأثير كبير على إيران على مسار الانتخابات وإعادة انتخاب المالكي لولاية ثانية ما رأيك دكتور إبراهيم في أخل من دقيقة إذا سمحت لي قبل الذهاب إلى فاصل نعم هو سوف ينتخب المالكي لا يعني ذلك قبول أخوتنا الشيعة على سبيل المثال بالمالك وإنما هو مدى أيضا مصداقية من يعد في صندق الانتخابات ومن يراقب هذه الصندق هي تخضع لحكومة المالكي هو الذي يشرف على هذه الانتخابات القضاء الذي يعينه المالكي بشكل مباشر أضف إلى ذلك أن الأخ الكريم يقول الانتخاب عن قناعة للمالكي ماذا عمل المالكي للعراق هل هناك استقرار هل هناك آمن هل هناك ازدهار هذه أسئلة كثيرة جدا العراق يعاني حقيقة بجميع مستوياته سواء سنة أو شيعة الإشكالية عندما نقول طائفية لا نقصد شيعة أو سنة نقصد سلوب الإدارة الذي يقوم عليه المالكي لمنافع الشخصية وليارتهان العراق للخارج لا نقصد شيعة أو سنة الشيعة أو السنة سواء في جميع الدول إخوة وهذا تاريخيا في العراق أمر مؤسس له منذ فترة طويلة جدا ولكن المسألة مسألة من يبني العراق بشكل مباشر وشكل صحيح نأخذ الآن بعض المشاركات التي وصلتنا من المشاهدين بشأن تأثير الأوضاع السياسية في العراق على دول الجوار إبراهيم العرضي على فيسبوك يقول إيران تتدخل بشكل كبير في العراق وتؤثر على سير العملية السياسية كاظم المياشي من جهته يرى أن استقرار العراق سياسيا وأمنيا هو الضمان الوحيد لاستقرار المنطقة أما سامر المسوي فيتساءل هل تؤدي الانتخابات في العراق إلى إزالة الاحتقان الطائفي أم تزيد من اجتعاله فارس أبو نواف على تويتر يقول دول الجوار هي التي تحدد من الفائز في الانتخابات العراقية والمالكي في طريقه لولاية ثالثة أبو قيس الراوي من جهته يرى أن الانتخابات لن تأتي بجديد فالوجوه السياسية في العراق لم تتغير منذ ثماني سنوات أخيرا علي الحاج يتساءل ما هي أسباب تردي الأمن في العراق وهل ستستقر الأوضاع الأمنية في الانتخابات إذن نرحب مرة أخرى بضيوف دكتور حسان يعني أنقل إليك تساؤل أحد المشاهدين هل تؤدي الانتخابات في العراق إلى إزالة الاحتقان الطائفي أم تزيد اجتعاله يعني الأمر مرتبط إلى طبيعة الشكل السياسي للتحالفات يعني إذا ما كان هناك تحالفات يستطيع من خلالها الشركاء تبريد مكونات المجتمع العراق أنا أعتقد أنه يمكن أن تكون هذه الانتخابات تعمل على إعادة الاستقرار وذلك الهدوء بالنسبة للعراق على أقل تقدير ردم تلك الهوة التي تسعتها صراعات السياسيين وجعلتها تتسع ما بين مكونات المجتمع العراقي لكن إذا ما كان هناك نوع من التصادم وعدم القبول بنتائج الانتخابات أو حتى بخارطة التحالفات السياسية أنا أعتقد أن هذه الانتخابات ستزيد من الانقسام ليس فقط ما بين السياسيين وإنما تعمق الانقسام داخل المجتمع العراقي الأمر متوقف على حكمة القيادات وعقلانية القيادات السياسية كيف يمكن لها أن تعمل على تبريد المجتمع العراقي الذي الآن دعايات انتخابية عملت على العزف على الوتر الطائفي والورقة الطائفية والصراعات السابقة أيضا أدت إلى انقسام مجتمعي حاد لهذا أنا أعتقد أن ما بعد الانتخابات وما بعد لغة الأرقام هي من تستطيع إلى حد كبير أن تعمل على تهدئة الداخل العراقي وهذا يتطلب حكمة وقيادة ناجحة للزعامات السياسية لطبيعة إدارة الدولة وطبيعة التشكيلة القادمة السياسية طيب دكتور إبراهيم كنت قد تحدثت أن إيران تتدخل بشكل كبير وعدد كبير من المشاهدين تحدثوا عن إيران تتدخل بشكل كبير في العراق وأيضا تؤثر على سير العملية السياسية في العراق ماذا عن دول الخليج؟ هل لدول الخليج أي تأثير على المشهد السياسي العراقي؟ هدايا لم يكن موقفها السياسي تجاه العراق إيجابي بشكل كبير جدا تركت العراق للعراقيين على اعتبار بأن النخبة الحاكمة الجديدة سوف تدير العراق بالطريقة التي تراها وهنا كانت النظرة الخليجية بشكل عام بأن الدول الإقليمية يجب أن لا تتدخل في ذلك وأن الولايات المتحدة التي احتلت العراق ووضعته تحت الوصاية الدولية سوف تحمي أيضا العراق وتحمي العملية السياسية لصالح العراق إيمانا بالنقطة التي جاء بها بوش في ذلك الوقت وهي بناء العراق ليكون ديمقراطيا لجميع فئات الشعب العراقي هذه النظرة للأسف لم تكن موفقة من قبل دول الخليج نتيجة لتدخلات إيرانية سماح أمريكي حقيقة لتدخلات إيرانية بشكل متتالي وذلك معلن سواء من قبل القيادات الإيرانية أو من قبل النخب السياسي الفاعل في العراق وأيضا بارتهان المالكي بين فترة وأخرى وذهابه إلى إيران لأخذ التعليمات أو من يعمل معه فبالتالي دول الخليج استمرت بهذه النظرة وما زالت النظرة مجتمرة حتى هذه اللحظة أراد المالكي بناء علاقات دول مجلس التعاون بما فيها المملكة رفضت مثل هذه العلاقات لأنه ثبت لها بأن المالكي لا يقود العراق لسالح العراقيين لكن هل هذه النظرة أيضا استمرارها إيجابي أنا لا أتوقع ذلك يفترض بدول مجلس التعاون أن تكون فاعلة بشكل كبير جدا أن لا تترك العراق أيضا ارتهان للمالكي ومجموعة المالكي الذين يريدوا ارتهان العراق يفترض بدول مجلس التعاون أيضا مع الجامعة الدول العربية العمل مع العراق بشكل ومجموعات حقيقة ورفع ذلك حتى إلى مجلس الأمن طيب دكتور حسان يعني أخفاق المالكي في دارة البلاد وأيضا الانفلات الأمني يعني هل سيؤثر على اختيار الناخب أم أن البعد الطائفي سيجعل الناخب الشيعي يفضل بقاء المالكي لولاية ثالثة يعني حينما نتحدث عن موضوعة الاستقرار الأمني وتأثيره على موضوعة اختيار المالكي نعتقد أن المالكي نجح وهنا لا أتحدث عن الأشهر الأخيرة وإنما تحدث عن تلك السنوات سنوات العنف الداخلي نجح المالكي وهذا يقر به أعدائه وخصومه السياسيين قبل أن يقر به قياداته وحتى المقربين منه استطاع أن يعمل على أن يتجاوز الانتقال من العنف الداخلي الطائفي إلى مرحلة تكاد تكون إلى حد كبير نوع من الهدوء في الداخل العراقي علينا أن لا ننظر بأن طبيعة دارة المالكي هي من دفعت إلى هذا التوتر الأمني في الداخل العراقي بقدر ما أن الارتدادات الأزمة السورية كان لها تأثير كبير والسعودية تدرك بأن خطر داعش بات يهدد الجميع وإلا كيف يمكن أن نفهمه حتى نبرر أصدار المملكة وضع داعش على قائمة الإرهاب لهذا أنا أتوقع أن لا زال هناك خزين لدى الشعب العراقي ونتحدث عن بعض من يؤيد المالكي لديه خزين بأن المالكي استطاع أن ينجح في إدارة الأمن وهنا حينما أتحدث عنه أن هناك استقرارا نسبيا في وسط وجنوب العراق وحتى في أقليل كردستان هناك بعض المحافظات التي ترتبط بحدود مع سوريا هي من تشهد توترا أمنيا في هذا الوقت بالتحديد يمكن أن يتفاهم المالكي مع الشركاء مع بعض المكونات المجتمعية ذهب إلى الأنبار وغيرها ونعتقد أن طبيعة الكسبة الذي حصل عليه من بعض شيوخ الأنبار وصلاح الدين وأديالة يمثل أيضا نقلة نوعية في طبيعة إدارة الملف الأمني على اعتبار أنه يعتمد على الصحوات بشكل كامل لهذا أنا أتوقع أن المالكي يستطيع إلى حد هذه اللحظة أن يراهن على الملف الأمني ليس بذلك المستوى الكبير وأنه على مستوى يمكن أن يحفظ إلى حد كبير تلك الأصوات أما فيما يرتبط بإدارة الدولة نعتقد أن المالكي نعى بنفسه في أكثر من مكان على اعتبار أن الحكومة دار بشراكة وطنية وأن أغلب الوزارات منها الخدمية وحتى الخارجية وغيرها والوزارات ذات السيادة يعني أنت ترى أن المالكي يستطيع أن يراهن على الملف الأمني حتى هناك كتل شعية ترى أنه أخفق في هذا الملف لكن دكتور إبراهيم ما هو السيناريو الانتخابي الأمثل في رأيك لتهدئة الأوضاع العراقية داخليا وأيضا طمأنة المحيط الإقليمي نعم داخليا نعود إلى الملف الأمني بشكل مباشر الملف الأمني لم ينجح به المالكي هو استخدم الملف الأمني حقيقة لتصريف وجهة النظر العراقيين عن الإخفاقات الاقتصادية والاجتماعية نعلم أن الاحتجاجات كانت منذ البداية سلمية وهو الذي مارس العنف ومارس أيضا القوى العسكرية في اجتثاث وهو مارس الدكتاتورية حقيقة حتى عندما زار الأنبار هو لم يزرها كقائد سياسي هو زارها كديكتاتور للأسف لفرضة جدا معينة السيناريوات لتهدئة الوضع الداخلي عدم ترشح المالكي كان يفترض أن يكون كذلك ترك النخبة السياسية الأخرى أن تحكم أن نرى وجه جديدة أو نرى عقليات جديدة في إدارة العراق هذه كانت فرصة ماضية للأسف لم تتم ولن تتم في المرحلة القادمة سوف يزاد التصعيد سياسة المالكي وصوته حقيقة الغير جيد في الخطابات السياسية استخدام كلمة الإرهاب ضد الداخل العراقي ضد شيوخ بعض القبائل ضد المملكة على سبيل المثال في النواحي وضد قطر هذه سياسة لا تنبئ بخير ولا تنبئ أيضا بأن رجل دولة ورجل عقلاني رجل للأسف يتحدث باسم غيره وهذا الأمر لا يمارسه رجل احتراف السياسة السيناريوهات القادمة أيضا حتى على المستوى الإقليمي لن تكون للأسف إيجابية نتيجة لدعم طرف هنا أو هناك وهذا ما لا نتمنى نتمنى من النخبة السياسية الأخرى أن يكون صوتها هو الأقوى في المرحلة القادمة إذن كما يرى الدكتور إبراهيم الولايات الثالثة للمالكي لن تحقق مستقبل أفضل لعراق سواء على الصعيد المحلي والإقليمي كيف تنظر إلى مستقبل العراق بعد الانتخابات المقبلة دكتور إحسان أولا ضيفك الكريم تجنى كثيرا أو حتى لا يدرك معنى الدكتاتورية نحن نتحدث عن دكتاتورية لا وجود لتعددية حزبية ولا وجود لعملية انتخابية الآن خصوم وأعداء المالكي يشتركون في عملية انتخابية الآن نتحدث عن 9040 مرشح وهنا قد يضعني في زاوية الدفاع عن المالكي هنا لا أتحدث عن المالكي وإنما أتحدث في إطار عام هناك ديمقراطية سيد الكريم عليك أن تعي ذلك أنه ديمقراطية وأنه حتى خصوم ومن حاول سحب الثقة عن المالكي هو الآن متواجد في عملية انتخابية ويدفع بمرشحين إذن أين الدكتاتورية؟ النظام الدكتاتوري واضح المعالم يا سيد الكريم أهم ما يمكن أن يميز النظام الدكتاتوري أنه يقص الآخرين ومن ثم لا يدع لهم أي مشاركة سياسية فعالينا لكن دكتور إحسان هذه التعددية وعدد الكبير من أحزاب وأيضا المرشحين ألا تعكس أيضا الانقسام الكبير الذي تعيشه العراق؟ لا يوجد انقسام في موضوع الدستور سمح للجميع بغض النظر عن هوياتهم الثانوية السياسية الطائفية الدينية أن يترشحوا وهذه هي الديمقراطية لا يوجد هناك أي مانع أو مصد قانوني ودستوري وأخلاقي وإنساني بأن أو يضع مصدا عن ترشح الآخرين وهذا بالتالي السحة مفتوحة والشعب هو من يقرر وهذه هي الديمقراطية بشكلها الحقيقي سيد الكريم أشكرك إذن الدكتور إحسان الشمر استاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد كنت معنا من بغداد وكل الشكر أيضا لضيفي من الرياض استاذ العلوم السياسية في جامعة الملك فيصل الدكتور إبراهيم النحاس شكرا جزيلا لكم مشاركتنا حوار المساء وبهذا وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم يمكن لمن فاتته حوارات المساء العودة إليها على موقعنا skynews.com المساء موعدنا يتجدد غدا في الخامسة بتوقيت جرينيتش التاسعة بتوقيت أبوظبي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر